اشتركوا في القناة 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 هكذا امرنا سبحانه وتعالى بالتعامل مع الوالدين امرنا بخفض الجناح بالرحمة بحسن التعامل بجميل القرب والتود امرنا بالبر والاحسان وقال عليه الصلاة والسلام من سره ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليسر رحمة عن الوالدين سنحلقوا في حلقتنا لهذه الليلة الى اعالي الرحمات مع معالي الدكتور محمد نوح القضاء وغيات حياك الله الله يعطيك العافية واخفض لهم جناحة ذلي من الرحمة هذه الآية دكتور فيها يعني فيها معنى كبير حقيقة واتخيل كثير من الناس تفسيرها الحقيقي لا يعلمون نود ان نسمع من معاليكم تفسير الحقيقي لهذه الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد شوف البر الوالدين مش مجرد استجابة الطلب يعني انا والدتي او والد يقل لي جيب لي كاست مي لو ذهبت فاحضرت له كاست الماء ليس هذا البر ولكن البر كيف تغلف الطلب فتقدمه لهما يعني مجرد تلبية الطلب لا يعتبر برا بحد ذاته ولكن البر كيف تقدم لهما ما طلبه ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال واخفض لهما جناح الذل من اي ذل واي انواعه ذل الرحمة في ذل تملك وفي ذل نفاق وفي ذل مصلحة وفي ذل امام التعظيم وفي ذل فيه ضعف الذل انواع ولكن الله امرني ان اخفض جناح الذل من الرحمة اي اني اقدم ما طلب الوالدان لكن مع رحمة مقدمة مع الطلب اليوم الوالدين يشكون من العقوق اليوم بيكون الاب او الام ساكن هو الاولاد في نفس الطابق او في بيت اخر فبرمضان ولا بغير رمضان بيبعثونه صاحن اكل الوالد ليست قطا حتى تطعمه الوالد لا تريد منك لا هدايا ولا تريد منك عطايا ولا تريد منك مزايا انت عارف الوالدة شو بدها تاخد اولادك وتروح عندها صحيح مش انا مجرد ان عزمت والدتي لعنتي انا قمت في البر هذا صورة البر لكن فرح الوالدة ان ترى اولاد ابنها او اولاد بنتها يلعبون حولها احنا اليوم عملنا عيد للام ويوم للام جبنا لها مكنسة وجبنا لها غسالة جبنا لها ثلاجة وكأنك تتعامل معها بك خادمة الام لا تريد منك الهدية ولكن الام تريد منك الجزية والجزية تجيب اولادك وزورتك تروح تفطر معها تتغدى معها تجيب عندك تعشيها حتى ترى الاولاد هي لا تبحث عن لقمة الطعام بالعكس هي كانت ترفع لقمة الطعام من فمها وتضيع تجعل في فمك احنا اليوم نمر بمراحل العقوق ولذلك انا افسر كثير من غضب الله على امتنا يوم انعققنا شوف سيدنا ابراهيم عليه السلام يا ابتي لا تعبد الشيطان يعلم علم اليقين ان اباه يعبد الشيطان وان اباه يصنع الاصنام وان اباه يعبد وثنا وانه نبي مرسل من الله ومع ذلك انظر الى لين القول ما قاله يا حج يا اختيار يا ابتي يا ابتي لا وشوف الظل شوف التذل من ابراهيم الخليل ابو الانبياء يتذلل الى ابيه لان عقيدته فاسدة بينه وبين الله ولكن الله امرني ان اكون برا به يا ابتي لا تعبد الشيطان يا ابتي قد جاءني من العلم ما لم ياتك يا ابتي يتودد ويتذلل اين ابناؤنا اليوم من هذا التودد والتذلل امام الوالدين سيدنا عبد الله بن عمر ما روي عن عبد الله بن عمر انه مشى امام ابوه عمر مستحيل وراء دائما يمشي وراءه واكثر من ذلك كان اذا اراد ان ينزل رجله يلاحظوه الناس يلاحظوه هذا الاساتذة لا ينزل رجله في المشيق قبل ما ينزلها والده حتى لا يسبق ابوه في خطوة الحسن البصري ما كان يأكل مع امه تعرف ليش ليش قال اخشى ان اكل لقمة تكون قد وقعت عينها عليها فاكون قد عققتها يا الله انا ما باقولش معها لانه بخاف اخذ لقمة تكون الام نحن لا نريد ان نصل لهذا المستوى نحن نريد ان نصل للا مستوى ان تشعر الام يوم ان زوجت ولدها انها ما باعت ولا فقدته ونريد ان نصل مع الام يوم ان اتاني الاولاد وجاني اولاد وصارت عندي خلفة ان اولادي لم يأخذوني من حجر امي الام لا تريد منا هدية مادية ولكن الام تريد منا صلة معنوية دكتور الله سبحانه وتعالى خص نفسه بذاته اي شيء في الدنيا نقول بفضل الله ثم كذا ثم الا بر الوالدين قرنه وبالوالدين احسانا هذه المكانة التي خص الله تعالى بها الوالدين بانه قرن ايمانهم ايمانك بالله ووالديك واحسانك لوالديك كيف هو لان الذي عقى اباه او امه ما عرف الله الذي عقى اباه او امه ما عرف الله لانه اذا كان ينكر فضل المشهود الامامه الامامه فكيف يتعرف على فضل الموعود وهو الله عز وجل واحد ينكر فضل ابو امه واحد ينكر كم من ليلة باتت ساهرة على اسنانه وعلى الوجع وعلى حمه وعلى مغص معته كم من يوم الاب عيد الاولاد كلهم هذا قميص وهذا بن طلون وهذا 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 وحرم نفسه كم من ليلة بات الاب والام يفرقوا بيديهم كيف بكرا ننبسط الاولاد ونجيب لهم اغراض العيد وحلويات العيد وما تذكروا انفسهم كم من ليلة نسي الاب والام نفسهما من اجل اسعاد اولادهم واول ما الولد كبر وصارت عنده زوجه باع الام وباع الاب وما عادش يتذكر حدا اول ما كبرت البنته خطبت بتكون عفكرة يعني صاري لها 25 سنة في بيت اهله وخطبت واحد يسمه احمد يسمه علي يسمه كذا بتصير تخربط باسم ابوها وخطيبها انت صارك عايشة عندي 25 سنة واليوم صارت تخربط باسمه خطري بالك اسم خطيبك خربطت بنتك باقي لكن والله من واقع الناس من واقع الناس في بيتي ابيها ربع قرن واول ما خطبت ننسي اسم ابوها صارت تخربط بينا وبين خطيبها اي حقوق انا عايشين ولذلك انا بقول كيف يزرع البر في الوالدين كيف يزرع دكتور الام الام هي التي تزرع بر الوالدين في البيت انت عارف ليش لان الام عم بتربي شوف احنا عشر اخوان ما شاء الله اريد اتكلم عن واقع بديش احكي نظريات وانه قد كان وقد جاء انا بتحكي لك من الواقع احنا عشر اخوان ما شاء الله من ابن وام كلهم خير مني لكن اخواني ولست رقم واحد فيهم لكن اخواني بيبوش على ايدي انت عارف ليش لان هذه يد لمست لحية والدي الوحيد في اولاده الوحيد في الاخوانه اللي لمست يده لحية ابيه العبد الفقير توفي والدي ما فيش واحد من اخواني العشرة لمس لحيته تعظيما واجلالا واكبارا مش خوفا ولا رهبة لكن لانه مر في ظرف مرض اضطررت معها ان اهذب له اشذب له لحيته فهذه يد لمست لحية ابي عاش ابي حياته كلها ما فيش واحد استعمل المنشف تبعته للبشكير يا الله ما فيش واحد من لبس حذاء ابي ما فيناش ولا واحد مست يده شعر لحية من ابيه لانه كان في ام ترسب صورة معظمة للاب لانه كان في اب اذا مد ايده على جيبته نركض العشرة نجيب له المنديل هذا يغرس من الام تربية من ارادت ان يبرها اولادها في مستقبلها وعمرها وكبرها فلتغرس بر الاب اليوم احنا لا نحتاج الى نصوص دينية ولا قرانية لانه كلنا من يعرف ان بر الولدين حاصل لكن نحن اليوم نحتاج الى ممارسة البر النبي عليه الصلاة والسلام توفيت امه عمره ست سنوات توفيت امه عمره ست سنوات واستأذن من الله ان يزور قبرها وجلس عند قبر امه بكى جلس عند قبر امه بكى النبي عليه الصلاة والسلام وقال استأذنت ربي ان استغفر لها فلم يأذن لي واستأذنت بس ازورها فسمح لي ازور امي وهو نبي المرسل ما نسي امه واكثر من ذلك كانت المرضع له او خالته خالة ربته كان يقول هذه امي بعد امي وقال الخالة ام النبي عليه الصلاة والسلام حديث الرسول صلى الله عليه وسلم امك ثم امك ثم امك ثم ابيك يعني فكرة الفضل والبر للام بثلاث والاب بواحد لماذا هذا المفاضلة للام في البر لانك لو قارنت تعب الام مع الاب الام حملت وارضعت وربت حملت وارضعت وربت فقال امك ثم امك ثم امك لكن الاب انفط لكن هذا مش معناته ان احنا نروح باتجاه الام ونترك الاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول الوالد اوسط ابواب الجنة الوالد الوالد اوسط ابواب الجنة فان شئت فاخذ وان شئت فدع اولادنا اليوم لازم نعيد نظرتهم الى والديهم اليوم الاتصالات كثرت والتليفونات كثرت والتسابات كثرت والفيسبوكات كثرت كل الوسائل موجودة ولكن في عقوق انا بستغرب من واحد بيقولك انا مسافر انا مسافر ليش مسافر اجمع فلوس انا بروح اجمع فلوس وابو في بلده بيحمل اسطوانة الغاز ابو بروح اجيب الخبز ابوه يمشي ويتحرك رجل كبير في السن وطاعن في السن بيقولك انا بدي اروح اشان اجيب فلوس اربي اولادي احنا اليوم نمر بحالات من العقوق واحد اجي عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هذه امي حججت بها هي كلمة حججت بها مختصرة بس عارف شو حج بها يعني حملها على ظهر فطافة يبقى سبعة اشواط ثم صلى ركعتين الطواف ثم سعى بها سبعا سعى بها سبعا ثم خرج بها الى عرفات ثم نزل بها الى مزدلفة ثم صعد بها الى ميناء ثم رمي بها سبع جمرات ثلاث ايام ثم نزل بها الى مكة المكرمة حججت بها فهل اديت حقها قال له النبي لا ما اديت حق هو متوقع النبي يقول له اه اديت حقها والفوق حقها كمان قال له طب ليه اشياء رسول الله قل له في فرق بسيط بينك وبينها حملتها ترجو موتها بتقول ان عاشت السنة ما عاشت الجاية ان حجت السنة ما حجت الجاية حملتها ترجو وفاتها وحملتك ترجو حياتك انت وانت حاملها على ظهرك مخك شغال الله اعلم ما تعيش السنة الجاية وما تعيش بس هلما كنت ببطنها كانت تحطينها بطنة تقول متى بيجي وبكبر بطلع اسنانه بشوف ولاده وبجوزه متى رح ييجي كلما لمست بطنها رجت حياتك وتخيلت لك قدام فهي تتخيل ذريتك واولادك وبيتك بلعبوا حواليها لكن انت حاملها على ظهرك كنت ترجو وفاتها وفرق بين من يؤدي المعروف ترجو الوفاتة وترجو الحياة احنا اليوم بدنا بر والدين اخوة محمد احنا اليوم لازم تيجي بيجي بيقول لك اين الجهاد افتحوا ابواب القدس وفلسطين بدك جهاد تعال قول لك وين الجهاد عشان تروح على الجنة تعال قول لك وين الجهاد اجي عند النبي عليه الصلاة والسلام شب ملان شباب رجوله فقال يا رسوله اعذن لي بالجهاد انتفض من شدة القوة اللي باطنه قال له نبي تعال 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 احي أبواك ابوكمك طيبين قال اما ابي فقد مضى واما امي فاخوتي يكفوني همها في اخواني بشيل بدالي فقال عليه الصلاة والسلام ارجع لأمك ارجع لأمك فالزم قدميها اقعد عند رجليها اتجسس على رجليها وحسس على رجليها ومسج على رجليها فثم الجنة امك واقفة بالجنة ان كانت امك في المطبخ فالجنة في المطبخ ان كانت امك قاعدة على الكنباية الجنة على الكنباية ان كانت امك في الكردور الجنة في الكردور وين بتشوف امك دعست اليوم قاعد بدفع فلوس قال وين دي روح اروح على المسجد النبوي خير ان شاء الله أجلس في الروضة شوف الدين اللي بنقط منه تنقيط أجلس في الروضة وهو عند أمه مش رايح يزورها مش رايح يزور أمه بدك تروح على المسنبع عشان الروضة الروضة عند قدمي أمك أقرب والله الذي لا إله غيره وأنا حال في مين صادق أني إذا مررت بضيق جلست عند قدمي أمي فدعوت دون أن تسمعني فيستجيب الله الدعوة لأنه الجنة هناك الجنة عند الرجلين الجنة عند الرجلين أخي قاضي شرع بعمامة كلما دخل عند أمي قبل على قدميها لأنه هناك الجنة بدك تدور جنة تقبيل قدمي الأم والجلوس عند قدمي الأم أولى من الصف الأول بالمسجد لأنك في وقوفك بالصف الأول بالمسجد ترجو رحمة الله ترجو ولكن عند قدمي الأم أنت في رحمة الله والمتأكد خير من المرجو يا الله اليوم اليوم إحنا فاهمين بير الولدين غلط فاهمنا بير الولدين هدية الأم تحتاج إلى ولد يجنس عند ركبها فيحسس على يديها كل ختياريتنا بحبها مسيج ليمّة مسيج ليمّة هذه مسيج ليمّة قمة لأنها ودتك حتى تصل لهذا المستوى الله يبضى عليها أمي دائما تقول مسيج ليمّة ولذلك من أكبر العقوق كظم غيظ الأم لما تشوفك طالع مع مرتك وأولادك مسافرين رايحين شمّة هوا رايحين طشة رايحين على مطعم وهي جالسة في البيت لحالها وهي قاعدة والوالد والله أخذنا الأولاد أبسطناهم طب لماذا لا تسر أمك لماذا لا تركسب رضا الوالدة لماذا لا تجس عند أمك فتضع يدها على رأسك تقول له اقرأ علي الفاتحة يا أمي حتى تحصنك وتقرأ عليك حتى تكسب البركة فإن دعوة الأم لا ترد طب دكتور ناخد نصائح عملي لشبابنا الآن في وقعنا الحالي خلينا أخذك نموذج دكتور مثلا إذا تسمح لي كيف التعامل البري مع الوالد والوالدة يعني أنت الآن عيش نموذج مرض والدك الله يرحمه ووفاته وكنت أنت على معلومات المرافق له في مرض الأخير وأيضا الآن الحجة اللي يطول بعمرها نماذج أمثلة حقيقية واقعية لمعنى البر في التعامل تخيل الأب أو الأم أنه ملك وتعامل معه بفق هذه الصورة يجب أن يعامل الأب والأم في البيت على أنهم ملك لا تأكل قبله ولا تقوم عن الأكل قبله تنتظر ينتظر حتى يكمل أبوي لا تدخل قبله ولا تخرج قبله اليوم قاعد بيسافر وبيحكي مع أبوه من بره بيقوله ترى يا أبا أنا بالبلد الفلانية أي عقوق هذا يجب أن تنظر إلى حاجات الأب ملابسه حذاؤه أغراضه ينظر إليها على أنها وصلت إلى مرحلة يعني بين قوسين حتى لو في خطاء تقديس هذه شغلة الأب لا تمس هذا لا يمس يجب أن ينظر إلى الوالد والوالدة على أنهم موضع الدلال أنا بقول لشبابنا اليوم اللي والده ما زال موجود أنا كنت أزور والدي كل يوم مرتين في حياته في حياته أنا اليوم بندم ليش ما كانوا ثلاث بندم ليش ما كانوا ثلاث كل يوم يمر على الأولاد لا يكلم أبوه فليعلم أنه قد خسر من حياته يوم كل ما للدنيا لا يعوض كلمة الله يرضى عليك يا ابني لا يعرف طعم الأبوة إلا من فقد أباه كم من إنسان اليوم أبوه موجود لكن مش حاسب قيمته كان الشيخ نوح رحمة الله عليه وصل لواء لواء في الجيش يستشير جدي فأنا يعني عقليتي قوة طب يعني الله أكبر مفتي القوات المسلحة لواء سيارات طيارات يستشير جدي فأقول له يا أبوه إنت يعني لما بتسأل جدي أنت بتكون مش عارف قال لا الأبو يجب أنك تشاوره حتى يشعر أنه ما زال حيا يا الله حتى يشعر أنه حي لأن الأب إذا عزل مات وهو حي فحتى نفسيته ما تموت حتى يظل حاس أنه أولادي يظل حوالي يجمع حالي نصيحة لكل أولاد لا تجعلوا من نسائكم سببا في خطيعة آبائكم وأمهاتكم فكم من عاق بسبب مرته ما ظل إخوانا بتزوجوا بصير سلفات فالسلفات بينهم ناحرات بسخنوا بعض آه بسخنوا بعض فصار لما أخوي يروح عند أمي أنا ما أروح بلاش أشوفه فينشأ سلسلة من قطيعة الرحم نصيحة لكل ابن ولكل أم اكسبوا من حيات آبائكم وأمهاتكم فسيأتي عليكم يوم تدق عليه الهاتف فلا يجيد أنا هختم بقصتين أنا عايشهم وأعرفهم القصة الأولى هي للدكتور محمد عمر القايد يا الله يزيل خير في برامج قناة اقرأ الفضائية عندما كان يستضاف في القناة على الهواء وباشرة عندما يأتيه اتصال من والده كان والده مشارك دائم في البرنامج كان يقف يقف في البرنامج ما يجلس إلا ما والده يخلص القصة الثانية هي مع معالي الدكتور أنا عشتها مباشرة معه الدكتور كان في رحلة المرض الأخير مع والده يرحمه الله في النمسا وكان عملية زرع نخاع له رحمة الله عليه صلت بالدكتور أبشره بأنه يا دكتور لك دعوة لزيارة مكة المكرمة و أداء الحج والمشاركة في قناة اقرأ الفضائية على الهواء وباشرة خلال تلك الفترة في الحج فاتصل عليه الدكتور قال لي محمد والله أنا مع والدي الآن في النمسا و أنا الآن في رحلة علاج لوالدي اعذروني واعتبروني كأني كنت معكم مرت الأيام وتوفى الوالد الله يرحمه والدكتور بيكلمني بيقول لي محمد تعرف اتصالك هذا شعرته أنه رسالة من الله يقول لي يا محمد أجرك عندي أيو والله كأنك حجشت نعم بالخدمتهم بالخدمتهم أيو والله رحمة الله إليك كل لحظات بر الوالدين ستمر شريط الذكريات صحيح وستندم والكلام مش إلك موجه أنا بعرف برك لوالدك ووالدتك ولكن الأخواني بيسمعوني الآن للشباب لا والله كلنا مقصرين يا شباب المسلمين كلنا مقصرين والله ستأتيكم أيام تندم على كل لحظة أغضبت فيها أو نكدت فيها على الوالد والوالدة سيندم هذا كلام أنا عشته ولذلك أنا بدعو أخواني وخواتي لا تعتبوا على الآباء ولا تغضب من أبيك أبوك بشر أمك بشر يمكن يصيبه ويخطئ لا تتخيل أن الأم تظلم أولادها لا تتخيل أن الأب يسيل أولاده ولكنهم بشر يصيبون ويخطئون فلا تعتبوا عليهم أعمارهم أقصر من عتبنا وأعمارهم أغلى من غضبنا وأيامهم في تناقص فلا تخسر حياة أبيك وأمك من أجل شاههم شاوات الدنيا ولا سفر ولا مال ولا الأولاد لا تفعل ذلك أبدا اكسبوا من حياتهم اكسب الرضا اجلس عند أقدامها اجلس عند أقدام والدك وسأله سؤال ماذا تأمر؟ أمرني ستصل إلى مرحلة والله ستصل إلى مرحلة تتلذذ بخدمة الوالدين تتلذذ بخدمة الوالدين احنا عنا في الشبع الإسلامي ثلاثة لا يستحي من خدمتهم ثلاثة لا يستحي من خدمتهم مهما بلغت من المناصب مهما بلغت من المناصب أنا مرة كنت في اجتماع مجلس الوزراء كنت وزير واجتماع مجلس الوزراء قررني التليفون كانت الوالدة استأذنت من رئيس الوزراء وطلعت حكيت مع الوالد ورعا كنت تسمعي لي أنا الآن في اجتماع مجلس الوزراء قالت يا أم ليش تقطعي اجتماعات اجتماعات هذه تخلص لكن الرضاك لا ينتهي الرضاك لا ينتهي الوالدين اطلب منه الرضا اطلب منه الدعوة لأن دعوة الوالدين مستجابة وبرهم يعجل لك فيه الخير في الدنيا والآخرة الثلاثة الذين لا يستحيا من خدمتهم أول واحد العلماء مهما بلغت منصبي خدمت عالما أكبر في خدمته والأمر الثاني الأمراء إذا جاءني أمير بغضراء عن عمره وعن عمري فخدمة الأمراء لا يستحيا منها والثالثة الوالدين لا يستحيا منه لا يستحيا من خدمة الوالد حتى مهما بلغت من منصبه كان هو أميا لا يقرأ ولا يكتب فتعظيمك لحذاء أبيك وأمك يزيدك رفعتا شكرا سيدي بارك الله فيك هي من حملتك حملا وصفه الله بالثقين هي من أطعمت فمك واهتمت بك قال بها النوم فسهرت كلما تعبت أنت تعبت هي أيضا وهو من عاش عمره يعمل ويكد في عمله من أجلك يسهر الليالي حين تتعب يقص عليك أحيانا لكن لمصلحتك هم والدك فكن على بينة من أمرك حين تتعامل معهما دمتم في معية الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر